يا سيدي أولاً نحن ناخد المؤسسة العسكرية التي هي من 1989 إلى 2019 هي القوات المسلحة السودانية هذه المؤسسة ذات التغاليدة الراسخة من استغلال السودان ومن تكوين قوة دفاع السودان لها تغاليدة لها غيامة لها ممارساتها لكن من 1989 انقلاب الإسلامويين في السودان اللي هو عرف فيما بعد نظام الإنغاز تعرضت هذه المؤسسة الراسخة في أسهان جماهر شعبنا تعرضت إلى كثير من الاستلاب تعرضت إلى تحوير حقيقتها تعرضت إلى أن فزحت أبوابها لعناصر ذات ارتباط وانتماء سياسي بفصيل سياسي محدد يعني تم تجنيد وتحشيد عناصر الجفهة الغومية الإسلامية والمنظمات الإسلامية وعناصر المؤتمر الوطني في هذه المؤسسة وتم إحالة عدد كبير جدا من ضباط وجنود وضباط صف الغوات المسلحة السودانية إلى الصالح العام حتى يتم إحداث فرق فبذلك نجد أن في فترة الإنغاز فقدت هذه المؤسسة كثير من خواصة ترجمة نانسي قنقر